يقول خطب سنة كاملة خطب امرأة سنة كاملة ورد أن يفسخ الخطوبة وكان قد آد هدايا كثيرة وعند الفسق اعترض أهل المخطوبة على رد الهدايا والمال الذي دفع فما الحكم في ذلك الهدايا هذية على أقسام منها هدايا مستهلكة ومعلومنا أنها هدايا فهذه المستهلكة لا ترد وقد قال عليه السلام الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئ لكن إذا كانت هذه الهدايا شبكة والشبكة في مصر بمنزلة الصداق بل هي صداق في مصر وهو لم يعقد على المرأة فهو أحق بالصداق أحق بشبكته لكن إذا كان أهل الفتاة غارم له غرامات كبيرة في قصور أفراح ونحو ذلك في الخطوبة وطركهم بلا سبب منهم فحينئذ لهم أن يأخذوا منها قدر الغرامات التي غارموها لهم فالهدايا إذن هدايا على قسمين هدايا مستهلاكة كالمتعرفة بين الناس يأتيها مثلا بملابس بحلوة بمحمول وفجأة هو يتركها لمدة سنة داخل خارج هذه الهدايا لا ترد أما الهدايا التي يسمونها أدايا لكنها في الحقيقة هي من الصداق ترد لأنهم ليس لهم شيء في الصداق أعني أهل العروس ليس لهم شيء في الصداق إذا كانت شبكة ترد إلا إذا كانوا غارموا غرامات كبيرة في الاحتفالية بالخطوبة يأخذ من الشبكة قدر الغرامات التي غرموها لا ضرر ولا ضرار وخاصة إذا ما اجتنوا شيئا ولا ارتكبوا شيئا وكان هو الذي ترك وبالله التوفيق